وجه المستشار الخاص لرئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين هيرفي ديفل روتي شكرا لمصر على استضافة أكثر من 250 الف لاجئ وطالب لجوء من دولة السودان نتيجة الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها وأوضحت أن المفوضية تعمل من خلال شراكتها القوية مع مؤسسات التمويل الدولية على تعزيز برامج دعم وحماية اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم شكرا